السلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي النهاردة يكون يوم سعيد ومبارك لكم جميعا وأنا دخل الحلقة النهاردة كده شفت الإعلان أنه بكرة أول يوم في رمضان في مصر معرفش بقى يعني ما شفتش فين كمان لكن الحياة ده خلاني عايزة الأول أبتدي الحلقة النهاردة الحلقة مش عن رمضان ولا مواضيع رمضانية أبدا لكن أنا حابة أن أصلي من أجل المسلمين النهاردة لأنه ده وقت بتنشط فيه الشياطين بكل الأشكال والحرب على الإنسان المرأة الرجل الأطفال المسلمين بتكون شديدة جدا والاتجاه إلى إله الشر بتقديم عبادات زي الصوم والصلاة وكده ده بيزيد الألام في البيت المسلم كل يوم فأنا عايز صلي من أجلكم النهاردة أن الله يفتح حيونكم لمعرفته هو شخصيا يا رب صلوا معايا كل المؤمنين اللي بيحضروا معايا النهاردة إحنا في رمضان كل يوم بنصلي من أجل أمة المسلمين فأنا اليوم بصلي يا رب حماية على أهلي واخواتي المسلمين بصلي أنه أنت إله الحق والنور والحرية والمحبة تظهر حقك وتشرك يا رب عليهم بنورك وبمحبتك اليوم وأنه إعلاناتك في هذا الشعر تكون إعلانات قوية وقريبة من قلوبهم وواضحة وأنك تكسر شر الشيطان في حياتهم وأنك تضع يدك عليهم بالحماية وإعلانات محبتك لهم في اسم يسوع وصلي أمين طيب خليني النهاردة أكلمكم بقى عن حلقتنا حلقتنا في الحقيقة مليانة النهاردة بالأخبار الإيجابية من وجهة نظري هنتكلم النهاردة في موضوع مهم هنفتح كالعادة باب للتفكير إزاي تغير يعني اختياراتك أو احتياجاتك اليوم يعني مهما كانت الاختيارات صعبة وفيها تحديات فالاختيارات بتاعت النهاردة بتأثر إيجابيا في بكرة في المستقبل أو بتأثر سلبيا برضو اختياراتك الشخصية اختياراتك العامة اختياراتك لبلدك اختياراتك لأولادك هتوجه مستقبلك إيجابا أو سلما لكن النهاردة هنناقش موضوع بداية من البدايات الجديدة في المجتمع السعودي هتغير شكل الأسرة السعودية والمجتمع السعودي وتؤثر جدا على المجتمع الإسلامي كله بصفة عامة وأنا أعتقد أن التأثير حيكون إيجابي على الأكثر حيكون إيجابي حلقة النهاردة بعنوان المملكة بين القانون والشريعة السعودية النهاردة بتغير أنظمة وقوانين عديدة لكن الحقيقة وأنا ببحث في الأمر يمكن إحنا فكرتنا العامة أن السعودية بيقوم القانون فيها على الشريعة الإسلامية وده حقيقي وده حقيقي وهتلاقي أنه ولي العهد مثلا بيعلن ده في كل وقت بيقول كلام ده في كل وقت لكن بقى فيه لغة فيها تغير شوي لكن ما فكرت يعني يا ترى القوانين السابقة في السعودية كانت زي أي بلد مثلا يعني في مصر لما كانوا بيجدوا صعوبة في تطبيق قوانين منظمة تكون عامة على الشعب كله واتجهوا للقانون الفرنسي لأنه ده اللي كان قدامهم وده اللي اختاروا وده اللي مشوا عليه والقانون الفرنسي كان القانون السائد في الوقت ده واختاروا مع بعض التطبيقات المختلفة أنه يكون هو القانون المدني السائد في مصر مع إدخال بقى إيه بعض الحاجات اللي ينفع إن الشريعة تدخل فيها مش كده لكن في السعودية بقى إحنا لو فكرنا من آية محمد لحد النهاردة القوانين في البلد دي كانت تقوم علي فأنا هقول لكم لمحات بسيطة كده عن من الاربعتاشر قرن اللي فاتوا السعودية كانت قوانينها بتقوم علي فبيقول لك إنه النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بيعتمد على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة ومصادر التشريع بتشمل برضو الإجمع فمن وقت وفاة محمد إلى النهاردة كان في قضايا جديدة بتستجد كل يوم وكان فيه اجتهاد من بعض الخلفاء ولا الحكام وهكذا لكن كلها ترجع مرجعيتها للتشريع الإسلامي والمذاهب اللي بتتبعها السعودية ويمكن هو المذهب الحنبالي بالتحديد بيقولوا كده إن السعودية هي الوحيدة اللي بتعتمد على الشريعة دون تدوين ولا تعتمد على إضافة الصوابق القضائية فمثلا إذا في بلد القانون بيتطور إزاي القانون بيتطور بتطبيقه وبالأحكام اللي بتصدر من خلال القوانين دي ممكن مثلا حكم يصدر في قضية بين فلان وفلان على أساس هذه القضية والمعطيات اللي فيها وعلى أساس حكم القاضي اللي اتحكم فيه ممكن قاضي تاني ياخد بالحكم ده ويقول أسباب الحكم ده مشابه للقضية اللي أنا بحكم فيها فأنا ممكن أستخدم ده السعودية ما فيهاش الكلام ده في عندك شيوخ وناس بتفتي علشان خاطر يعني تدي القضايا اللي بتطرح أمام الدولة هي بتطرح من خلال أو بيتعامل معها من خلال الشريعة الإسلامية لكن أيضا في حاجة تانية إلى جانب الشريعة الإسلامية بيعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية اللي بتغطي القضايا المعاصرة بقى فهنا الملك بقاله سلطة زي ما كان الخليفة ليه سلطة إنه يغير شيء من القوانين مثلا زي أو يتعامل مع القضايا بشكل معين زي ما كان عمر مثلا قال لك إنه غير بعض الأمور علشان خاطر مثلا كان فيه مجاعة وهكذا فيعني القوانين بتستمد من الأوامر الملكية والشريعة الإسلامية فيه حاجة يعني كان فيه بقى على مر العصور وخاصة في السنين اللي فاتت تم إنشاء نظام القضايا السعودي الحالي بواسطة الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية اللي كان من ٢٠٢٧ لـ ٢٩٠٦ ١٩٦ أنا أسمن واتعامل من خلاله بقى المحاكم الشرعية والمحاكم الجزئية ومحاكم إدارية للتعامل مع منازعات في الملكية وحاجات زي كده فكان فيه بعض يعني النظام اللي ابتدى يتحط بعد كده يعني من هذا الوقت إلى الآن السعودية ما كانتش بتعتمد على أي قوانين مدنية وضعية إلا من خلال التشريع الإسلامي لكن كان فيه محاولات لجمع هذه التشريعات وإعطاء نظام لها لكن إلى اليوم ما كانش فيه حاجة منظمة بالشكل اللي هنتكلم عنه النهاردة فيه حاجة في القوانين اللي كانت بتطبق في السعودية الناس كلها عارفة إن السعودية بتطبق الشريعة وإن القوانين بتاعتها فيها الإعدام وأطع الرأبة والتنفيذ الحدود وقطع الأيدي والأرجل وكل تنفيذ والرجم والكلام ده كله كل الحدود اللي كانت بتطبق في السعودية الحد ما عرفش بقى هل هي لسه مازالت بتطبق بنفس الشكل ولا لأ احنا لسه شايفين يعني لستة كبيرة من الإعدامات اللي حصلت واحد وثمانين شخص أعدموا يعني قريبا جدا فهل ده هيتغير مش هيتغير ما عرفش لكن النقطة اللي عايزة إن احنا ننتبه لها إنه مثلا القاتل يقتل مثلا فهيقطعه رأبة القاتل لكن المرتد أيضا يقتل دي الإضافة بقى اللي مش في قوانين أي دول أخرى أو الدول اللي مش بتطبق الشريعة الإسلامية على أقل يعني معظم دول العالم فمثلا الإضافة على القوانين العقوبات الشديدة دي في الردة وتارك الصلاة والزنا والكلام ده كله لها عقوبات يعني خاصة من خلال التشريع الإسلامي أوكي فاللي حصل إنه ولي العهد ابتدى ينظم هذه الأمور واحدة وحدة وابتدى يضع يتجه إلى وضع قوانين مدنية قوانين وضعية علشان خاطر تنظم هذه الأمور هي صحيح بتبتدي بكلمة إنه دستورنا القرآن وكلام من ده لكن كان فيه تغيير إلى إنه الدولة دي تبتدي تكون دولة بتعمل بقانون مدني عام على الجميع يعني لا يتعامل من خلال المفتي ومن خلال الشيوخ والقضاء مش يبقوا قضاء شرعيين فيه تغيير فيه تغيير كبير فخلينا نشوف بعض الأنظمة اللي النهاردة السعودية بتشتغل على ترتبها فمنها نظام الأحوال الشخصية اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ونتكلم عليه بتركيز شوية لكن فيه أنظمة قبل قبل دي حاجيه لك دي بعد شوية بس عايزة أقول لكم الأنظمة اللي بيرتبوا ليها النهاردة فنظام التكاليف القضائية وده مهم جدا لأنه ده هيحدد السلطة القضائية نظام التنفيذ أمام دي وانا المظالم نظام حماية البيانات الشخصية الانضباط الوظيفي التخصيص مكافحة الاختيال وخيانة الأمانة تصنيف المقاولين نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية دول تسعة أنظمة موجودة دلوقتي بيعملوا عليها علشان خاطر يعملوا بقى البنية التحتية الحقيقية لأن السعودية تبتدي تتعامل مع دولة متمدنة متحضرة تتعامل مع القضايا العامة اليومية من خلال الحقوق الإنسان والعقل ويعني المعطيات اليومية اللي الإنسان بيحتاجة تتعامل معها خارج جطار الدين ففيه اتجاه كبير لأنه ده يكون بيحصل للنعب علشان نوصل لده احنا بنقول ايه بقى بنقول انه 1400 سنة حكم بالشريعة الإسلامية لم يعطي السعودية والسعوديين ما كانوا يحتاجوا من قوانين تخلي الدولة دي دولة متحضرة متمدنة راعية لحقوق الإنسان بمثواة بين المرأة والرجل والطفل وكده ما نفعش ما نفعش وهنشوف ليه ما نفعش لأنه لأنه ما نفعش فبقى عندنا دلوقتي في القوانين الجديدة اللي بيحاول يحطوها من غير ما يلمسوا أو يعني ما يدوسوا على رجلين حد علشان خاطر الشريعة بقى فيه تغييرات يمكن انها نقدر نقول انه بعض الشيخ النهاردة بيقولوا انها تخالف الشريعة محاديش فتح بقلس بس ايه حنشوف خلينا نشوف قانون الأحوال الشخصية الجديدة شكله ايه ملامح ايه من الأمور المطروحة في هذا القانون هو اولا كلمة عدالة ناجزة وضمانات راسخة هو هنا بيتكلم على انه هذه القوانين يجب انها تكون بتقدم للناس عدالة تنجز انها تخلصتهم الامر روما مزنوئين فيه يعني اذا كان الحضانة ولا الجواز ولا الطلاق ولا الاطفال ولا الامور العملية اللي بتتعامل معها الاسرة السعودية كل يوم كانت بتتجرجر في المحاكم زيهم زي مصر برضو وتعتمد على رأي القادي مش رأي القانون مش دستور معين مش قانون معين فبيقولك بقى انه هيبتدوا بتغيير ايه في عدة حاجات لكن من ابرز هذه الحاجات هو تحديد السن الادلة للزواج ب18 سنوى دي يعني تعتبر يعتبر انجاز هام جدا في هذا الموضوع لانه فاكرين لما كان مفتي السعودية يقولك انك تجوز الطفلة وهي رضيعة مين المصدر في كل ده مين اللي كان متمسك بسن زواج عيشة وسنة الرسول والكلام ده كله كل ده صدر من المملكة العربية السعودية ومفتينها والوهابية والصحوة وكل ده لكنه كان موجود من وقت محمد للنهار ده ادي ده معالجة الاحكام المتعلقة بغياب الولي او عضل المرأة بما يساهل مسألة الزواج يعني الست اللي تطلق ويقول انه يعضلها هو يطلقها بس ايه ما يطلقاش رسمي مثلا او انه يسيبها متعلقة لم تطلقها ولا متجوزة مش هيعيش معها بس يسيبها متعلقة وهكذا فينظم حقوقها وينظم واجباته ويعني بقى فيه قرارات هنشوف ازاي ده هيتغير من خلال هذا القانون حسب بقى حفظ حفظ نسب الطفل وتضييق السبل امام طلب نفيه من العجيب انه طبعا يعني في السعودية ده كان بيحصل كتير يقولك لا انا شاكك في نسب الولد ده مثلا انا مش دافع مش مربي وهكذا فهنا الحديث بقى اللي بتعتمد على الولد للفراش والكلام ده كله ده اذا كان فيه جواز اذا ما كانش فيه جواز عندك بقى ايه مأزنا هادر وكل الحديث اللي بتقنن الموضوع ده وتقولك انه اذا مش متجوزة يبقى خلاص ما الزنا هادر والتشريعات اللي بتقولك ان الراجل يتجوز مراته من الزنا وما يبقاش حرام كل ده اتحط على جنب لا فيه طفل مش هتقدر تنفيه لانه هيعتمد هيعتمد شوفوا بقى هيعتمد على الاساليب الحديثة في إثبات الناس السعودية حد باقي يقول لي مصر هتعمل ايه الناس عندنا قضايا ناس ما همش الستات مغتصبة عندهم اولاد مش عارفين يثبتوا نسبهم حتى والدين ايه بيقول ان هم اولاد الطفل الراجل اللي اغتصب الستة دي وإحنا لسا قاعدين بنلف في المحاكم وعندنا ايضا قضايا لستات اثبتوا انهم الاولاد دول مش بتوع الراجل ده بس لانه هو الاب هو الزوج فالولد الفراش هتصرف برضو عليه مش كده فالسعودية دلوقتي بتقولك لا احنا هناخد بقى سليب الاثبات النسب الحقيقية الكلام ده يعني او العملية الحديثة الكلام ده لسا فيه قولان كتير هيكون لسا فيه تعديلات كتيرة بس عايز اذكركم بحاجة انه وليه العهد من حوالي السنة اللي فاتت اتكلم عن انه مش هيعملوا بالاحاديث الكتيرة ملايين الاحاديث الموجودة دي وانهم هياخدوا بس بالاحاديث المتوطرة اللي هي عن الجماعة 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 مش هياخدوا حاديث الاحادي وحيتبقى عندهم ايه يمكن ميت حديث فكل اللي انتوا كنتوا بتعتمدوا عليه ده وخليتوا الامة الاسلامية كلها تتبهد 1400 قرن واطفال تيتم وتنتهك وستات حياتها تبوز 1400 قرن بسبب التشريع الاسلام النهاردة السعودية بتقولك لا احنا نغيره ما نفعش ما نفعش ما نفعش يجب ان احنا نعترف ما نفعش فالنقطة الخامسة بيقولك اعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق باثبات النسب مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الاسرة في احتساب عدد التطليقات فدلوقتي بقى الطلاق الطلاق الشفهي يا اخوة يا اخواتنا في مصر الازهر في مصر انتم مشغولين دلوقتي بقى بالترتيب لرمضان وشراء اليميش والمكسرات ويميش رمضان فيعني نفتح ودلنا شوية عشان السعودية بتقولكو انه طلاق الشفهي لازم يثبت لازم يثبت فلما الرئيس يقولكو يعني لو سمحتوا الستات بتتبهدل والرجالة ماشية تعمل اللي هم عايزين ويقول لها انتي طالق مش عارف ايه عدد التطليقات والطلاق الشفهي موضوع يطرح في السعودية النهاردة الالزام بتوصيق الوقائة المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجع ودي النقطة التالية للطلاق حفظ حقوق الاولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق ففي تركيز على حق الطفل والحضانة وكلام ده كله انا واخدهم واحدة واحدة بس هتكلم عليهم بعد شوية على بعض النقاط اللي ممكن تصير خلاف لكن عايزاكوا تنتبهوا انه السعودية النهاردة بتتكلم في المواضيع دي من غير من غير قال رسول الله ولا عن عمر ولا عن عبد السلام ملحوظة هام في كل القوانين او المناقشات او الحاجات المطروحة مثلا دي حاجة الصورة دي متاخدة من الادارة العامة للاعلام والاتصال في السعودية فهم يعني عادة احنا عندنا يقولك ايه شيخ الازهري رحطت مثلا الطلاق الشافهي مش عارف ايه لانه عن رسول الله قال كذا كذا هنا مفيش عن رسول الله هنا عندنا مشكلة وحنا عايزين نحلها ان شاء الله ده يكمل اكي اه تمكين المرأة من توسيق الطلاق والمراجعة اه مع عدم اه حتى مع عدم موافقة الزوم هنا اعطاء المرأة الاهلية بقى انها تروح وتوسق المرأة ما كانتش بتعرف تخرج من البيت في السعودية لوحدها دلوقتي لا هي تروح وتوسق وتقف قدام القادي وتقف قدام المسؤول اي ان كان وتقول له لا طلقني ومحتاج يجي يثبت انه ما طلقني شاء الله يعني انا عايز تطلق وتعطى المرأة في السعودية حق تطلق نفسها دلوقتي والقادي يحكم اكي تمكين المرأة من توسيق الطلق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج مراعاة مصلحة المحضون في المقام الاول في موضوع احكام الحضانة وهنتكلم في ده بالتفصيل الزام الزوج بتعويض الزوج تعويض عادل عن عدم توسيقه وقائع الاحوال الشخصية في حالات محددة في النظام المشاكل اللي بتحصل انه طلقها وما اثبتش انه رجعها وما اثبتش انه لم يوثق عقد الزواج وهكذا دي بقى ليها موقف قانوني في السعودية تغيير كبير و دي حاجات يعني لما يقعدوا اما يحطوا فكرة كده انه مثلا سن الزواج مش هيكون اقل او اقل من 18 سنة للزوج والزوجة فهيكون في للقاضي هيكون مراجعات لده لده اوكي و علشان كده القضاء لازم يكونوا مجهزين لده اعطاهم ادوات قانونية مش ادوات شرعية ادوات قانونية سابتة العالم وانفتاح ايضا لانه يكون في شكل اخر لحقوق الانسان على التساوي راجل بنت يعني الى الان لكن ده ازاي هيقرر على الارض وازاي الناس هتتعامل في مع يعني التاريخ ده كله والاجيال اللي فاتت اللي هتحارب ده هنشوف خلينا نشوف اولا القانون ده كمان لازم نرجع نقول انه القانون ده خاصة قانون الاحوال الشخصية ابتدى او اعلنوا يوم المرأة العالمي ودي كانت يعني لفتة كويسة جدا وانه تنفيزه هيحصل من هذا اليوم الى تسعين يوم في التسعين يوم القادمة هيعلن وهتعلن تفاصيله في الجريدة العامة وانه جي حل لمشكلات المرأة والأسرة واعطاء وضع الأسرة والطفل أشياء تساهم في استقراره فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده علشان نشوف الأمير محمد بن سلمان قال ايه في هذا الموضوع فهو ويقولك هو نظام الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة ومقاصدها اقروا كده الموجود وانا حامشي معاك واحدة واحدة علشان نعلق على الكلام ده كل دي مهمة اوه انه يضبط السلطة التقديرية للقادر طبعا اليفطة الاولانية لازم تكون هي انه مستمد من احكام الشريعة ومقاصدها طبعا يعني انا مش بقول انه مش من حقهم يعملوا كده الا هو ما من حقهم يعملوا كده بس الان ده بقى هي يفطع عشان يقولكو ما تخافوش يعني اهو قدينا بنستخدم الشريعة ومقاصدها ولكن الامر هنا واسع قوي ما فيش حاجة اسمها مقاصد الشريعة دي يعني كل واحد بقى يقعد يفتي عشان كده في مفتيين وعشان كده في قده شرعيين وكلام من ده لكن دي يفطف تتحط عشان ايه يأمن اللي بعده حيتنفس في التسعين يوم ودي حاجة ممتازة جدا انه يعني مش قانون بقى له مثلا في مصر دلوقتي قانون الاحوال الشخصية اللي بينقشوه من 2019 واللي قبله واللي قبله لحد النهاردة فين القانون انا مش عارفة فين القانون عشان الاظهر يقولك لا ده تخصصي وده بتاعنا ومحدش مدي ايد وارفع يدك عن مش عارف ايه قوانين الاسرة لا انت اللي ترفع يدك لان انت شيخ منتاش رجل قانون انتوا بسبب خراب القوانين الاسرة في العالم كله يعني فالسعودية النهاردة بتقولك ده هيتعمل هيتنفذ وهنشتغل اللي مش نافع نصلحه بس فيه اتجاه انه وضع الاسرة والطفل واعطاء المرأة حقها المسلوب في المجتمع السعودي بقى من اساسيات هذا القانون طبعا فيه رجالة كتير مش عجبهم القانون لانه بيدي المرأة حقوق لم يتعودوا عليها 1400 سنة لم يتعودوا ان المرأة يكون لها صوت اختيار تطلب الطلاق لو هي عايزة تتعامل في امور وحقوق اولادها بصفة قانونية مقبولة يكون لها ضوابط للحضانة ما بقتش تتجرجر في المحاكم بالسنين ده حيتغير فطبعا فيه ناس مش عاجبها حتة انه سيضبط السلطة التقديرية للقادي ويحد من التباين فيه الاحكام هي دي النقطة اللي هيعتمد عليها صلاح هذه القوانين ولا لا انه القادي لم يعد قادي شرعي ولكنه بقى قادي يتعامل بقوانين محددة واحدة تطبق على الجميع الامير قال ان دي نقلة نوعية لحماية حقوق الانسان والاسرة وتمكين المرأة ذكر موضوع تمكين المرأة ده يعني بنسمعه كتير في مصر دلوقتي دلوقتي بنسمعه في السعودية انك تسمع تمكين المرأة في السعودية دي كبيرة وحقيقية لان المرأة في السعودية لها مكانتها لها تطلعاتها لها يعني هي سيدة اعمال هي موجودة في الحكومة دلوقتي هي سفيرة الستات دول ما كانوش قاعدين في البيوت غير متعلمات مثلا لا دول كانوا بيوضبوا برضو يعني كانوا بيكافحوا عشان يروحوا المدرسة وعشان يروحوا الجامعة وعشان يحصلوا على وظيفة وعشان يقدروا يربوا اولادهم فالنهاردة الامير بيبني على ما بناته المرأة من تصديق ان لها الحق في انها تكون بتعمل الحاجات دي وما هيش مضغطية بهذا الشرع الاكحف حقها طيب خلينا نشوف الفيديو اللي بعدك اصبح القاضي ليس له دور في البحث عن التكيفات الفقهية انما علي ان يحقق هذه الواقع التي امامه واصبح لديه نص واضح محكم جرى كتابة وتدوينة على اعلى مستوى من مستويات الصياغة والتشري طيب ليه الفيديو ده مهم لانه ايضا يؤكد على انه القاضي هو العامل الاساسي دلوقتي ما بقاش القاضي الشرعي هقولك تاني ما بقاش القاضي الشرعي ما بقاش القاضي المعتاد اللي هيطلع لك كم جلدة ومش عارف ايه يعني توقفت عند قصة الاسبوع ده رائف بادوي طبعا الكل يعرف رائف بادوي هو اتحبس لانه عمل مدونة الحكومة وقتها كانت موافقة عليها قال ارأب حرية يعني الموضوع طويل لكن رائف بادوي اتحبس عشر سنين في خلال العشر سنين دي بيقوله انه اخد الف جلدة شيء لا انساني يعني مين القاضي اللي يحكم على شخص ب الف جلدة كل ما يخف يجلدوه تاني وبعد ما طلع هو ما زلنا يعني ما زلنا عندنا مشكلة انه طلع لكن برضو محبوس في بلده عشر سنين تانية ليه لانه قال رأيه هي دي الاثار يعني اللي تحت اللي تحت المية يعني عارف المية ممكن تبقى صافية من فوق كده لكن عكرة من تحت يعني دي الحاجات اللي لازم تتنظف علشان خاطر يعني الانسان يقدر يعيش فعلا بحرية واختياراته بتصلي ان السعودية تكون منبر للحرية ومنبر لمعرفة الحق ومنبر للحرية الانسانية والمعرفة المسيح يعني يعني فعشان كده القضاء دول اللي اصدروا احكام على شخصيات زي رائف بادوي واللي اصدروا احكام مثلا على الستات اللي بيضعوا في دور الرعاية لانها عرضت ابوها ولا انها كلمت حد ولا عملت حاجة تخالف العيلة على حسب ما قاله الاب فالبنت تقعد طول عمرها في دور الرعاية ومتطلعش الا باذن الراجل اللي دخلها دور الرعاية واللي يكون ممكن كمان معتدي عليها ففي قضاء دول انواق نوع القضاء اللي دخل البنت دور الرعاية ده هو القاضي الشرعي اللي بيحكم انه الاب هو الولي وهو اللي يحكمه انت ملكة بوكي يعني هنعمل ايه دلوقتي بقى فيها يعملوا ايه دلوقتي هذا النوع من القضاء حيتغير بيقولوا ان السعودية درست حسب قولهم المستويات العالمية في حقوق المرأة والطفل والاسرة ثم اضافوا ليها بقى ما يلائم البيئة يعني اللي هم عايشين فيها ومع ذلك كان فيه ده قدم لنا تغييرات كبيرة الاستاذة نهادة ابو القمصان عملت حلقة على القاهرة والناس اعتقد اتكلمت فيها على هذا الموضوع انا يعني بدلوكم انكم تشاهدوا الحلقة دي وتشوفوا اراءها فيها لكن خلينا ناخد مقطعين كده بصات نتكلم فيهم نشوف المقطع اللي جايدة الحقيقة السعودية بتلعب دور مهم جدا في التأثير مش بس جوه السعودية في التأثير على العالم العربي والاسلامي كل بيحصل تغير في الثقافة المصرية والعربية بتأثير ما يحدث في السعودية ونتيجة بقى لانه كتير من المصريين والعرب سفروا في الخليج يشتغلوا فرجعوا بثقافة المجتمع السعودي غيروا بشكل طبعا تعتارد انغلاقه جلنا فكرة مشدد اللي هي السعودية بتراجعوا الان النهاردة السعودية بتراجع المواقف المتشددة لديها والتفسيرات والقراء المتشددة لانها شعرت مش بس بخطرتها عليها لكن بقى صارها في العالم كل إيه المواقف اللي بتراجعها السعودية عشان بس ما يتوهش مننا الكلام اللي جالنا وجي للعالم كله من السعودية الفكر الوهابي اللي هو الفكر الاسلامي المعروف يعني لكن النهاردة أصار هذا الفكر والإرهاب اللي شافه العالم بسبب هذا الفكر والإرهاب الأسري اللي حصل داخل الأسرة المسلمة الجامنين إيه مراجعة المواقف دي؟ مراجعة المواقف هي مراجعة المواقف اللي نتجه عن طريق التشريع الإسلامي هي مراجعة الشريعة نفعت ولا ما نفعتش؟ غيرتنا ولا ما غيرتناش؟ فدتنا ولا ما فدتناش؟ العالم ما بقاش عميان كده ماشين مغماضين عينيهم من الناس بقيت بتفكر وبتقول ده مش نافع ده مش عجبني ده ما أصرش على حياتي ده ما فدنيش ده ما كبرنيش خليني أخد مكالمة أخبوليس من مصر أهلا بيك أخبوليس تفضل سلام المسيح أخبوليس تفضل أنا مش سمعه؟ طيب أوكي طيب فمراجعة المواقف زي ما بقول هي مراجعة الشريعة نفسه من أفسها مراجعة التشريع الإسلامي مراجعة الفكر الإسلامي يعني كلمة الشريعة والفقه دي كلام واسع ولا حد عرفه أول من آخر هو كله يعود إلى أفكار ناس أفكار ناس وضعوها لتقييد العالم لمدة 1400 سنة توقفت عند حاجة في الحلقة بتاعت الأمير محمد بن سلمان اللي تقابل فيها مع العربية أعتقد كان بيتكلم على بن لادن وبيقول أنه يعني يرفض هذا الفكر وأنه أنه الفكر الوهابي خرج بن لادن وأنه ده يعني رفض أفكار بن لادن وتصرفته إحنا بقى عندنا في العالم الإسلامي ناس بكوا على بن لادن مش بس كده يعني ده فيه ناس لعنوا الأمريكان عشان قتلوا بن لادن وفيه ناس وقفوا ثقافوا لبن لادن لما وقع الولد تريد سنتر يعني الأمير محمد بن سلمان ليه لغى الحديث لأنه أو لغى يعني اللي عمله ده بصراحة هو ما يقولك هو إحنا عندنا مئة حديث بس هم اللي موجودين ودول اللي هنعمل بيهم وعندك القرآن اصطفل بقى في الاتنين دول شال كل اللغة الموجود حوالين يعني التعليم الإسلامي وعلشان خاطر يفضى بقى لأنه يقولك خلينا نعيش بطريقة عملية زي بقيت العالم كله خلي دينك في بيتك وأنا حدي لك أدوات تعيش بيها أدوات مدنية قانونية تعيش بيها فوسة العالم بصورة مقبولة برضو ده يقولك أنه كل هذه الأحاديث وكل هذه الممارسات الإسلامية لم تفيد الأمة الإسلامية في شيء بس بصوا لماذا التأخر اللي احنا فيه خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده هذا التطور في قانون الأحوال الشخصية ده سابقه تطورات تانية كانت مذهلة الحقيقة صورة حصلت في التشريعات من 2019 السعودية السعودية طبعا الولاية والحضانة مدى ملقمة استمرارها لصلاحية الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف وما تضمنوا قرار المجلس من أن على أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم ورعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم بالحضانة لأحد الأبوين أن مدي قادي الأسرة صلاحيات التصديق قادي جنائي إذا اكتشف أن الأطفال أو الست تعرضوا للعنف هنا الولي الأب أو الأم فما فيش حاجة اسمها أن الأب بس هو اللي يفتح الحساب للأطفال أو يدير أموال الأطفال في البنوك لأ الأب والأم شايفين الفرق بقى؟ دلوقتي ده التصريفات والتفاصيل اللي حتيجي تحت كل البنود اللي بيكلموا عنها في القوانين الجديدة لكن الفرق أنه زي ما قلت لكم القوانين دي بتتدرس من 2019 علشان يعملوا التعديلات دي اللي هيطلعوا بيها بعد 90 يوم على الأمة الإسلامية كلها لأنه الناس بتبص للسعودية وبتعمل زيها يعني السعودية اللي جابتهلنا وعيشنا بيه دلوقتي هي بتغيروا ودلوقتي بقى النقطة اللي بتدهشني لم أسمع من الأظهر يعني بنت شفا بيقولوا كده يعني ما فتحوش بقه ولا حتى عبدالله رجدي لكن سمعنا من مين مثلا من عاصم عبد الماجد مثلا أما الأمير قال أنه من ضمن الحاجات اللي هتتغير أنه هما مش هيزيعوا الصلوات في التلفزيون أنا يعني هو هو شايف أنه الصلوات ميبي ميبي هو شايف أنا بقول يعني رأي الخاص هو يكون مثلا شايف أنه الصلة دي حاجة خاصة ليه نقعد نزيعها وتعود وتعملوا ده كله الصلوات خاصة بلاش التمثليات دي مثلا فعاصم عبد الماجد الوحيد اللي تكلم قال لك ده أنت هتتحرق في نار جهنم قال له كده عشان معترض على أنه بس مش عايز يقال يعني التلفزيون كان موجود أيام محمد فهو كثر سنة مثلا عشان الصلوات كانت بتتزع على مش فاهمة على ظهر الحمار ولا إيه أنا مش فاهمة يعني لكن لأنك أخدت حق من الحقوق اللي اكتسبوها في أنهم يفردوا الصورة الإسلامية فقال لك ده أنت هتتحرق في نار جهنم لأن الراجل قال يعني أنا مش عايز ده يحصل انتبهوا الحاجات تانية مثلا يعني فالتغييرات في القوانين دي بتعمل تغييرات جزرية جزرية فمنها مثلا أنه التساوي بين الأب والأم في كفالة الأبناء أو حضانة الأبناء أو أنه الأم الحاضنة مثلا تقدر تروح النهاردة تعمل أوراق أولادها في البنوك أنت عندك الدول العربية الإسلامية مثلا في العراق من أكبر القضايا اللي بتعاني منها الستات أنهم مقدروش يعملوا تخليص أوراق أولادهم لأنه لازم الوصي ولازم الوصي يبقى راجل يعني النهاردة السعودية بتقول لك لا هنعمل ده هتقدر تروحي تعتني وأولادك يدخلوا للمستشفى فاكرين لا ما السعودية ما كانش فيها أنه الست تقدر تقرر تمدي العملية لابنها حتى لو هو في حال خطيرة لازم حينتبهوا للتفاصيل دي وده حيتغير لأن هنا ده يعطي للأم أهلية كإنسانة وكأم أنها تعتني بأولادها رعاية كاملة تعطي رعاية كاملة هي شخص كامل خليني أخذ مكالمة سلام المسيح معك أخبول ستفضل سلام المسيح أختي أماني أهلا أهلا زاك أخبول ستفضل الله يبارك حياتك يا رب تفضل تعليقك هو اللي حصل في السعودية ده يعتبر نقلة كبيرة جدا للمرأة بالذات لأنه دلوقتي يخلوها بسوق السيارة عملوهم ملاهي عملوهم دار السينما عملوهم حاجات كثيرة جدا بس اللي بيعملوا ده هو الأمير محمد سلمان هل ده هو التجميل للقرآن وتجميل الإسلام؟ طب وبعدين هيروح فان من الآيات القرآنية هيروح فان من الأحاديث طب بعدها هيعمل في إيه طبعا ده سؤال كويس وحنشوفه في المستقبل أستاذ بوليس لكن يعني الحقيقة إنها خطوة لازم نقول إنها خطوة جريئة وخطوة كويسة ونشجعهم على الاستمرار أكيد طبعا أكيد يا والأمير كقائد حاجة والشعب المنفس حاجة تانية بقى وده اللي حنشوفه لأنه الشعب هو اللي لازم يتغير الأمير يحط القانون والشعب هينفز ويتغير أو ما يتغيرش أكيد أكيد نعم بس بجد حاجة حلوة صراحة أنا متفائل جدا جدا من الموضوع ده نعم لا وأنا الحقيقة كمان نفسي إن الحلقة تكون مشجعة للاستمرار في التغيير ده وإنه بلادنا العربية الإسلامية الأخرى تبطعز من التغيير ده أمين أتمنى منك بس إيه أتمنى منك يعني يعني تبقى حلقات كتيرة عن المواضيع عن إيه؟ ليه خلي بدك أتمنى تبقى حلقات كتيرة من عن المواضيع ده لأنه ده هتأثر برضو بالإيجاهة على الأظهر مثلا أو على أي دول التاريخ لا إحنا أنا بحاول دايما أنه المواضيع اللي بتحصل على أرض الواقع بنبقى يعني بنتبعها على طول وبنقدمها أول بول لكن ساعات بنتظر عشان أشوف فيه تطورات في الموضوع هيتطور إزاي وبعدين بقدمه لكن الهدف النهائي للبرنامج هنا هو أن إحنا نكشف حقيقة الشر الموجود في التعليم الإسلامية ونقدم رسالة المسيح الحقيقية فالفرق بقى مع المسيح ده القوانين المقدمة في الشرع الإسلامي حاجة والحرية في المسيح شيء آخر هو فرق بين السماء والأرض يعني ما فيش مقارنة شكرا يا أخي بوليس ربنا يباركك أشكرك أنت صديق عزيز للبرنامج طيب أشكرك العالمين عشان ما بتتصليش عليك يا سيدي طب اكتب لي تاني الرقم أنا يعني الحقيقة حاولت مرة اتصل ما عرفت شو أصلك اكتب لي على الواتساب اكتب لي أنا بولس على نفس الرقم ده على نفس الرقم بالزبط اوكي اوكي اختي ربنا يباركك أخي شكرا اوكي تفتلوا معي طيب خليني عايزة أشوف الصورة اللي بعد كده الفرق بين طيب بس هاخد المكالمة حالا بس عايزة أقول الفرق اللي كان سابقا والآن اللي عمله نظام الأحوال الشخصية الجديد فكان بيقولك ده بس ما تبصلوش على انه الفرق بين نظام ونظام جديد لا بصلوا على انه الفرق بين الحياة تحت الشرع والحياة تحت القانون الشرع الإسلامي والقانون اللي بيحقق حياة كريمة للناس بيقول في الأول لم تكن أحكام النفقة واضحة ومدى استحقاق الزوجة الغنية لها مشكلة دلوقتي نفقت الزوجة واجب على زوجها ولو كانت غنية نفقة مجهول أبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد وهكذا فيه تغيير النقطة التانية سابقا تحت الشرع ده يوجد ما يلزم الزوج بتوسيق الطلاق حتى ولو باتت المرأة منه بانت المرأة منه مما تسبب في عدم معرفة المرأة بوضعها الأسري هو ده كان في السعودية بس ولا على طول الخط تحت الشرع الإسلامي دلوقتي يغيروه حيتغير ده ولازم يبقى في توسيق النقطة التالتة تباين ترتيب استحقاق الحضانة وخاصة فيما بعد السابعة مين اللي حط الحضانة لسن السابعة دي؟ الشرع الإسلامي النهار ده اكتشف انه ده لا يصلح ولا يمكن وانه سبب أزية عائلات بملايين الملايين الملايين من الأطفال والأمهات والأبهات من الناحيتين دلوقتي بقى رب حقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه وده تنفيذ لقوانين عالمية على فكرة لاش دعوا بالشرع خلينا ناخد المكالمة اللي معنا مين معي؟ جيرجز مشاي من شكاو أهلا أهلا أستاذ جيرجز اتفضل أهلا أستاذ أماني أنا عايزة أقول أن بعد ما كانت مطر هي اللي بتعلم السعودية وهي اللي بتحاول تنورها البعض السعودية في الوقت هي اللي بتعلم مصر محمد بن سلمان يدخل التاريخ إنسان مجدد وأعرف أنه يلغي كثير من الشوائد اللي موجودة في الدين الإسلامي وياريت مصر تتعلم ياريت مصر تتعلم من السعودية يعني التفاية اللي احنا فيه يعني عايزين مصر تتعلم من المسيح في اسم يسوع بس يعني بس طبعا دي بداية الطريقة حلوة بداية حلوة يعني العجش يا أستاذ أماني العجش يعني احنا كنا دلوقتي مش قادرين نعمل زي السعودية حتى دي مؤلم خطوة ثانية اللي هارجه محمد بن سلمان إن نعملها إنه يكتفي بالقرآن المكتي ويلغي القرآن بتاع المدينة ده ده بقى دي حرب أخرى حرب أخرى بس لا هو يبقى فعلا الإسلام يتعايش بين كل دول العالم يعني كدين سماوات أنا شخصيا لا أدعو لأي عيشة للإسلام لأنه كله شر اللي أوله شر كله شر ربنا يباركك الإسلام الملكي كانت حديقة وهي مسائية ورقة في نوطل فكان ملتزم إلى حد ما بتعليم المسيح ربنا يباركك يا أخي جرجس شكرا طيب خليني أشوف الصورة اللي بعد كده في الصورة اللي بعد كده بيكلم على أهداف القانون ده أو القوانين مش بس قوانين الأسرة هو عموما عنده أهداف عامة للتغيير والهدف الأساسي فيها أنه يخلق استقرار وتساوي وتوازن فبالنسبة للقانون الأسرة فهو بيقولك أنه ده يهدف إلى استقرار الأسرة باعتبرها المكون الأساسي للمجتمع لكن القوانين الثانية اللي بتنظم الآن أيضا هي للأدوات الحياتية اليومية في التجارة وفي المنازعات والأمور العامة اللي الناس بتقابلها كل يوم في دول العالم كله والجنائية وكل ده كل ده أيضا بيعملوا على أنهم يعدلوا بقى يرجعوا لاستقرار وثبات وتساوي في القوانين خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده نظام الأحوال الشخصية بقى عندنا بعض المشاكل بقى هنا الصورة دي بتكلمنا عن نظام الأحوال الشخصية في مسألة الولاية فمسألة الولاية بيقولك إيه ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا فأنا عايز أقف عن دي بس النقطة دي هتتكلم عن الطلاق وعن الزوجة وعن امتناء أحد الزوجين مثلا عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب اللي بموافات الطرف الآخر وحتت على الزوجة الطعب المعروف وإرضاع أولادها ما لم يكن هناك مانع وكده هتلاقي أنه في تفاصيل دخلت في هذا الموضوع مرتبطة شوية بالتشريع الإسلامي لكنها كانت من الإشكاليات الكبيرة مثلا موضوع الولاية المفروض أنه يقال أن القانون ده بيرفع موضوع الولاية دي وأن الستة تقدر تجاوز نفسها فتروح للقادي إذا كان أبوها أعضلها عن الزواج مثلا فتروح للقادي والقادي هو يكون ولية أو تختار والي تاني المشكلة في الحتة دي أنه ما زلنا المرأة اللي بتطلع سفيرة واللي هي ستة عندها بيزنس وموجودة ضمن الناس اللي بتعمل التشريعات في البرلمان الستة دي نفسها ما تقدرش تجاوز نفسها ليه؟ 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 لأنك عندك آية في القرآن أنا أعتقد أنه في القادم هيكون في تصريف لهذه الأمور يعني واحدة عندها أربعين سنة وما تجاوزتش وعاشت حياتها كلها بتاخد قراراتها لنفسها لازم تروح تدور لها على والي عشان تتجاوز وإلا جوازها يبقى باطل يعني ده لما أما نرجع بقى نربط القانون بالشرع الإسلامي سواء كان بقى قرآن ولا كان حديث ولا وتقبل نلاقي بقى النفسنا بنرجع تاني الورى ونقف عند مشكلة معضلة حد يقدر يقول لي ليه الستة لازم يكون ليها والي في الزواج؟ واحدة عندها 18 سنة ممكن نقولك يعني أو يبقى أهلها معاها ومش عارف إيه في حاجة طالعة جديدة كده مثلا نقولك أصلي ده يعني لتكريم الأب أو لتكريم الستة طب أنا مش عايزة تكريم أنا الوحدي لو قفت على الوحدي هتلاقي إنه زواج لا يجوز إلا بوالي مشكلة في معضلات زي دي اللي تقولك بقى الستة إذا لم تطيع زوجها ممكن يحجز عنها النفقة وكلام ده كله يعني دي بقت مشاكل لازم تعدل في هذه القوانين وأنا شايفة إنها هتعدل وإنه هيكون في طرق أخرى لإصلاح هذه الأمور أنا وقتي خلص وأنا لسه ما كملت الكوش بقيت الفكرة لكن أنا عايزة أقول حاجة إنه الاعتماد في الألف وربعمائة سنة اللي فاتت على الشرع الإسلامي لم ينتج إلا فقر إنساني وفقر روحي وفقر فكري وعدم انتباط في مجتمع كان يعتبر المثال لحياة تحت الشرع الإسلامي ورأينا في داخله خواء وفساد وألام وإكحاف حق المرء أو كده لأنه لم يعتمد على شرع الله الحقيقي الله الحقيقي بيعتمد في حياته معانا على الحرية يعني حط كل القوانين والكلام ده كله على جنب وما يحاول المشرعين في السعودية إنه هم يعملوه وإصلاح القوانين والكلام ده كله لكن في النهاية هنصلح القوانين لكن الحياة الروحية للإنسان هي الأهم فأنا بدعوك النهاردة وبدعوك إنك تشوفي تطلبي من الله إنه يعلن ليك حقه ونفسه وشخصه بيقول كده في سفر أرمية هكذا قال الرب قفوا على الطرق وانزروا اسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم الرب بيقول أقفوا فكروا فين الطريق إلى الله فتجدوا راحة لنفسكم اسألي ربنا أنت فين علشان ربنا يعطيكي ثمار الحياة في الكتاب المقدس ربنا بيقول لنا إنه ثمار الروح روح الله اللي فينا هي محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة عفف كل ده ناتج من الحياة مع روح الله الحقيقي أين نجد ده في العلاقات الإنسانية اللي كنا عايشينها تحت الإسلام كانت فين 1400 سنة السعودية معرفتش تلاقي ده الناس معرفوش يلاقي ده لأن هذا الإله لم يقودهم إلا للتشتيت لكن إله الصلاح ملك الملوك الرب يسوع بيدعوك النهاردة اللي معرفته بصورة شخصية فيصلح قلبك فيصلح نفسك فيعطيك حياة وتكون ابن لي وتكوني بنت لي ويعطيك حياة جديدة تقرر أنت فيها تعيش بكرة إزاي وتفيدي الناس اللي حواليك إزاي وإلى اللقاء